بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمسلمين مع انطلاق النصف الثانية من الأيام العلمية على موقع بسم أونلاين فإنه لا يسعنا إلا أن نتوجه بالحمد والشكر لله عز وجل الذي أطال بأعمارنا ونرى هذا اليوم لنكون مشاركين أو شاهدين عليه فلله الفضل منه الحمد لله الذي مد بأعمارنا لنشهد أيام العلم والتبرار الحمد لله الذي مد بأعمارنا لنرى أيام الهمة والمشار في نهاية النصفة الأولى من هذه الأيام العلمية العام الماضي كانت لنا أمنية بأن تكون هناك نصف أخرى من هذه المناسبة وكان لنا ذلك هذا العام مع همة أكبر ومشاركة أوسع وذلك بفضل الله عز وجل ومن ثم برغبة الزملاء مع طباء الأسنان واهتمامهم بهذا الموقع المميز وهذا المنبر العلمي المعني بطب الأسنان وإننا نرى بحق إقبالا كبيرا على هذه الأيام العلمية وبزيادة عن الموسم الماضي وهذا إن دل فإنه دلالة على نجاح الفكرة والتجربة وأيضا دلالة على التجربة بالعطاء والمشاركة بالمعلومات والفكرات التي هي أساس طب الأسنان وتخصصاته اليوم ومع انطلاق النسخة الثانية من هذا المؤتمر يمكننا أن نلاحظ أيضا زيادة كبيرة جدا في أعداد جملاء المشاركين في موقع دينتسف أونلاين حيث وصل عدد أعضاء هذا المنبر العلمي المختص في طب الأسنان إلى ما يزيد عن 59 ألف مشاركة ومشاركة من جمهور أطباء الأسنان المنتشرين في مختلف دول العالم وخاصة الدول العربية وهذه الزيادة في أعداد المشاركين والتي تجاوزت 13 ألف عضو خلال عام واحد ستكون مسؤولية ودافعا كبيرا للقائمين والمشرفين على هذا الموقع لمزيد من العمل والتفاني للاستمرار بهذا الموقع أولا ومن ثم السعي الدائم لتطويره والرقي به ليلائم تطلعات جمهور طب الأسنان المهتمين بالعلم وبكل ما هو جديد في هذا المجال في هذه المناسبة فإننا نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للسادة المخاضرين الذين كرسوا لنا جزءا من وقتهم وشاركونا بمخاضراتهم الغنية بالمعلومات التقيقة والمفيدة والتي اعتمدت على المراجع العلمية وعلى أحدث الأبحاث والمقالات العلمية ليقدموها لنا في أسلوبهم الشيخ والبسيط ولتكون هذه الأعمال جزءا من مشروعنا الطموة بتأسيس مكتبة أوليكترونية واسعة من المحاضرات العلمية لكبار الأكاديميين والأسادة في طب الأسنان ولكبار المارسين أصحاب الخبرات الكبيرة في مختلف تخصصات طب الأسنان هذه المكتبة الإلكترونية والتي نطمح لها ستكون مرجعا في أي وقت لكل باحث عن المعلومات بأسلوب مختلف عن المأنوف وعما اعتدنا عليه من خلال الكتب والمراجع والتي حسب اعتقادنا من الممكن أن تكون أبلغة التحصيل والفهم وكذلك الخاصة مع وجود محاضرين مميزين وقادرين على إيطال المعرفة والمعلومات بأسلوب مميز ومدعم بالصور أو مقاطع الفيديو وإنما يميز النسخة الثانية من الأيام العلمية على موقع تنتسل أونلاين هو مشاركة أساتذة كبار في مجال طب الأسنان وأيضا هناك أسماء جديدة لم تشاركنا من قبل آثرت أن تكون معنا في هذا الحدث الهام وهذا دليل على الاهتمام المتزايد بهذا الموقع ونشاطاته وأن هناك رغبة من الزملاء في تقديم ما لديهم من علم وخبرات ليشاركون بها عبر هذا المنبر العلمي الإلكتروني فلهم منا كل شكر ممتنان منضو الله عز وجل أن يزيدهم علما ورفعة ومكانة ويجعل أعمالهم في مشاركاتهم صدقة جارية لهم وأمنياتنا أن نرى في المستقبل أسماء وجوه جديدة تشاركنا علمها وخبراتها عبر موقع تنتسل أونلاين مما يعزز نشر العلم والمعرفة في مختلف فروة وفر الإخسان ولتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من جمهور هذه المهنة ودعاؤنا لله عز وجل في هذه الأيام العلمية وهذا الحدث المميز أن يكون التوفيق والنجاح من نصيب الزملاء المحاضرين الذين شاركوا بأعمالهم ليقدموا كل ما هو جديد ومفيد كما نسأل الله عز وجل أن تكون الفائدة من نصيب جميع المتابعين من الزملاء الطباء وطبيبات الأسنان المهتمين بهذا المؤتمر وأن يحصلوا من خلاله على مفتغاهم من العلم والمعرفة والمعلومات وأن يكون هذا الحدث تناسبة لهم لتحصيل خبرات جديدة تفيدهم في حياتهم العملية والسريرية وفي الختام مع تحيات القائمين والمشرفين على مجموعة لانتسر أونلاين والله ولي التوفيق والله من وراء القصد